موسيقى يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة سيادة المقدم محمد جمع البكور قائد جيش المجاهدين أهلا وسهلا بك سيادة المقدم أهلا وسهلا أخي زاير حياك الله أحبة الكرام سنقف وإياكم في حلقة اليوم عند دور التنظيم في الثورة السورية أفعاله قراراته ممولوه ثم نهايته مع قائد جيش المجاهدين سيادة المقدم محمد جمع البكور ما هو دور التنظيم في الثورة السورية هل هو دور له دور إيجابي أم دور سلبي أم لا يوجد له دور أم بالأساس لا يوجد ثورة في سوريا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أنا رح أحكي لك عن دور التنظيم في مدينة حلب لأن معظم ثقل هذا التنظيم كان في مدينة حلب وريف إدلب الشمالي فكان دور هذا التنظيم دور سيء جدا جدا على السورة السورية دور سيء نعم بعد أن كان السوار مطبقين الحصار على مطار حلب العسكري والدولي وبعد أن كانوا يسيطرون على معظم المناطق حتى مدينة أسفيري عندما أتى هذا التنظيم وبدأ بقتال السوار وبالاعتداءات المتكررة على السوار في مدينة حلب وريفها وفي إدلب أيضا اضطر السوار لقتال هذا التنظيم مرغمين مكرهين بعد أن ضاقوا زرعا بتصرفاته التي ذكرناها وأنتم أول من بدأ بقتال هذا التنظيم لماذا قاتلتموه؟ نحن قاتلنا هذا التنظيم بعد أن كما قلت لك ضقنا زرعا بتصرفاته من شو عملت بدأ بالسيطرة على المناطق المحررة هي أصلا منذ السنة الأولى من السوارة السيطرة على المناطق المحررة نعم نعم مدينة الدانة محررة من أكثر من ثلاث سنوات يخلع بقل لك فيها ممكن فيها ناس حرامية فأنا بدي أنظف الحرامية الفوج ستة وأربعين أين الحرامي لي فيه؟ كان عبارة عن موجود فيه فصيل مقاتل اللي هو الفرقة التاسعة وبعض الفصائل الأخرى والتي أزاقت هذا النظام كأس المنون وأيضا أزاقت هذا النظام الخسائر المتلاحقة من مكان إلى مكان جيش المجاهدين حرر معظم الريف الغربي ووصل إلى تخوم مدينة حلب وقام هذا التنظيم بالاعتداء عليه في معظم أماكن تواجده في المناطق المحررة لا في مناطق الجبهات شو اعتدى عليك وشو عمل هذا التنظيم؟ جمع جيني طبق شرع الله في الأرض ترك الجبهات وبدأ بإقامة مقرات في القرى والبلدات المحررة واحد اثنين بدأ بالسيطرة على الحواجز وعلى النقاط الاستراتيجية التي يتم فيها العبور فتجد مثلا مهاجر لا يعلم أو يعرف يتكلم باللغة العربية أو العامية ويسأل المجاهدين والسوار من أنتم وإلى أين زل عفوا وإلى أين أنتم زاهبون قام بالاعتداء على الجمعيات الإغاثية قام بالاعتداء بخطف الصحفيين بشتى وسائل الإكراه والتي تجعلك تغتازه من هذا التنظيم كل ما يستشيط بالثوار غضبا بدأ يمارسه على الأرض ذكرت كلمة المهاجرين نعم ممكن بعض العلماء يقول لا هجرة بعد الفتح ما في شيء اسمه مهاجرين الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح لكن استلح استلح سوريين كذلك أنه مهاجرين أسماؤهم مهاجرين ما هي نظرتكم للمهاجرين أنتم كثوار اللي عبي يجوا من بره من جنسيات أخرى عبي يجوا لسوريا ما هي نظرتكم كيف تعاملوهم وكيف عملتموهم في الأول وفي الأخير نعم في بداية السورة نحن يعني رحمنا بالمهاجرين وكما قلت لك تقاسمنا معهم الزاد وتقاسمنا معهم المسكن وزوجناهم أيضا وقلنا أخوة بماذا قابلوكم مقابل هذا الإحسان شو كان نحن لا نقول كل المهاجرين ولكن من انتمع إلى هذا التنظيم قام بممارسات يعني يندلها الجبيل وبعيد كل البعد عن سماحة الإسلام وعن أخلاق وروح الإسلام فقام هؤلاء المهاجرين وأيضا السوريين المنتمين إلى هذا التنظيم بهذه الممارسات التي لم أنزل الله بها من صدق في أفعال معينة أفعال كبيرة فعلها التنظيم مثلا حينما نذكر في الثورة السورية مجرد أن نقول أفعال التنظيم مباشرة المشاهدين والثوار يقولون من الذي قتل أبو خالد السوري من الذي قتل الدكتور أبو ريال من الذي قتل أمراء في جبهة النصرة من الذي قتل قادة في الجيش الحر من الذي قتل أطباء من الذي قطف إعلاميين قتل إعلاميين من من كل هذه معقول كل هالأمور هي كان يفعلها التنظيم معقول يعني معقول يا جماعة يطبقوا شرع الله هذه الأفعال موسقة موسقة نعم موسقة نعم قتلوا خيرة المجاهدين الذين مرغوا أنف هذا النظام قتلوا أحد الأخوة من حركة أحرار الشام المسمى بقناص الدبابات انتشرت صورته هذه معروفة هذه كان هو يقهر دبابات النظام نعم اختطفوا بعض قادة الألوية المتواجدون بالريف الغربي والذين قاموا من أول الحراق السوري خطفوا واختفوا وحتى الآن هم في عداد المخطوفين أمثال نظام بركات وغيره كثير وجدنا خلفهم مقابر جماعية كما يفعل النظام وجدنا ناس مدفونين مرميين فوق بعضهم البعض مقابر جماعية يعني نعم وجدنا مقابر جماعية في أرض الزعيم وجدنا أيضا في قرية قبتان في الجمعيات وأيضا في مدينة الدانب القرب من المحكمة التي كان يقيمها هذا التنظيم وجدنا أيضا مقابر جماعية ولقينا أيضا جسس مرمات بالآبار كلها من هذا التنظيم ووجدنا أشياء كثيرة لها مجال يعني لحصرها وذكرها الآن عدا عن أن يأتي مسلم ويكفرك فهذه جريمة كبيرة يعني عندما تقول أنت لي أنت مسلم وأنا مسلم وتقول لي أنت كافر مرتد وأنت عميل للغرب وأنت 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 وأنا ونحن من قام بتحرير هذه المناطق وهذه الأرض من هذا النظام ودفعنا الدماء الغزيرة والخسائر المادية الكبيرة سواء بالمنازل وشرد الآلاف والبعض ينظر لكم والبعض ينظر لكم والبعض ينظر لكم والبعض ينظر لكم أنتم كجيش مجاهدين بعين حسد الغبطة سمه بعين الإكبار أنكم يعني ضربتم التنظيم ضربة قاضية في الريف الغربي ولم يستطع التنظيم إقامة إمبراطوريته إن صح التعبير على الأرض هنا في الريف الغربي قد يتساءل البعض كيف ضمن هذه الأفعال الكبيرة التي مقابر جماعية خاطف قتل ذكرت كثير من هذه ما هو التكتيك الذي اتبعتموه القضاء على هذا التنظيم قد يسألكم كثير من المجاهدين كيف استطعتم أن تدحروا هذا التنظيم من أراضيكم نحن أخ زهر نحن تحملنا من هذا التنظيم ما لم يتحمله أحدا ففي كل يوم نقوم به كيف قضيتم عليه هنا مثلا أعطيني مثال محاصرة منطقة معينة كيف استطعتم أن تجمعوا الشباب خاصة أول من قاتل تنظيم أنتم بعد أن بدأكم بالقتال فمباشرة استعديتم كيف رتبتم صفوفكم البعض ممكن بعض المجاهدين يقولوا لك يا عمي نحن ما من قاتل مسلمين فكيف استطعتم تجهيز الناس والمجاهدين مباشرة ثم بعد ذلك الانقضاض على هذا التنظيم بعد أن قام هذا التنظيم بممارسات لا يقبل بها لا دين ولا شرع ولا حتى أخلاق أو أدب قمنا نحن مضطرين لخدال هذا التنظيم كانت تنظيم في كل يوم حتى عطلت معارك كثيرة قمنا بالإعداد لأحد المعارك وهي معركة خان العسل فقام هذا التنظيم بسحب نقاط الرباط المتواجدة حول مدرسة الحكمة وقالوا إمارة الدانة في خطر نتيجة بعض الأمور التي اختلف عليها بينهم وبين السواء وعطلوا لنا هذه المعركة بعد أن رأى كنتم في بداية أمر تنسق معهم تقاتل معهم في النظام لكن بعدها سحبوا قواتهم نعم سحبوا قواتهم وكانت تواجدهم شكلي بالجبهات غير متواجدين إلا بنقاط كيف انتصرتم عليهم ما هو تكتيككم انتصرنا عليهم بقناعة جنودنا أن هؤلاء معتدين وليسوا أخوة لنا مسلمون نعم تأكدوا أن هذا التنظيم يحمل ما يحمل من الحقد على الشعب السوري كما يحمله النظام عندما اقتنع جنودنا ورأوا تعديات هذا التنظيم وكانت الحاضنة الشعبية كلها معنا فهبى الرجال والنساء أيضا في بعض القرى حملت النساء البندوقية من أجل مقاتلة هذا التنظيم بعد أن ضاقت زرعا بتعديات واستطعتم ذحره من هنا واستطعنا بتقطيع أوصاله ففي اليوم الأول عندما طوق مدينة الأتارب واعتدى على حواجزنا في مدينة أورم الكبرى كمنا بتقطيع أوصال هذا التنظيم من خلال قطع طرق الأمداد نعم الحواجز أي قامت نقاط عسكرية مدشمة لمنع الإمداد لهذا التنظيم وبدأنا بالتخلص منه في منطقة تلو الأخرى ابتداء من الفوج 45 عندما قام هذا التنظيم بالهجوم بعد أن احتل الفوج 46 عن محرر أصلا وقتل فيه كثير من السوار المجاهدين في قلب هذا الفوج الذي دفعت المنطقة بأسرها فاتور التحرير ومئات الشهداء قدمت قرابين من أجل تحرير هذه الأرض واعتدى هذا التنظيم على المجاهدين والثوار الذين حرروا وقتلهم وأخوا والسؤول على الفوج ثم تقدم إلى مدرسة الزراع التي كانت هي أحد مقرات جيش المجاهدين وقال للمهاجرين من التركستان وغيرهم أن لكم أخوات مهاجرات يغتصبنا في هذا المقر وهم لا يعلمون أن من يقاتلون حتى تفاجأ بعضهم أننا نكبر أو نشهد بأننا لا إله إلا الله فأقنعوهم وقتلوا خيرة مقاتليهم تسعين من المهاجرين قتلوا على أبا مدرسة الزراعة وقتلوا من عندنا سمانية عشر قتلا نحسبهم إن شاء الله عند الله من الشهداء قلت قالوا لهم يوجد أخوات محتجزات وسموا في أحد معاركم في الشمال الثأر للعفيفات هذه المنظومة التي يدندن عليها كثير من التنظيم أخواتنا أختي تنادي وما شاكل ذلك سمعا كثير من الشعب السوري هل هي صحيحة؟ الثأر للعفيفات محتجزات هل أنتم تحتجزون نساء التنظيم؟ بكل صراحة أتكلم معي قل للمشاهدين هذا الكلام بكل صراحة إن كنتم تحتجزون قل نعم نحن نحتجز أم لا تحتجزون؟ قل للناس وليفهم الجميع أنكم لا تحتجزون نساء هذا التنظيم ما عدى الله أن نفعل زارك ونحن تحديناهم وأتى الأخ الدكتور عبدالله المحيسني بوساطة من أجل وقف القتال وقلنا له نحن جاهزين رغم كل تعديات هذا التنظيم ورغم كل الخسائل الاحتكام لشرع الله وإنصال هل استجابوا؟ القتال فكانوا يرفضون هذا رفضا قاطعا وقالوا أن بعض السوار اعتدوا على النساء المهاجرات فقلنا لهم فقلنا لهم وقلنا للوسيط نحن نتحدى إن تم الاعتداء على امرأة واحدة فنحن جاهزين لتنفيذ الحكم الذي ينزل به ينزل به بهذا المعتدي ولم يستطيعوا أن يثبتوا ولا حتى حالة اعتداء فنحن لم يقبلوا الوساطة نعم لم يقبلوا الوساطة فأسخنتموهم فأسخناهم بالقتال وبالجراح حتى استأصلنا شأفذ هذا التنظيم في وقت قياسي لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من منطقة كان قوة هذا التنظيم ومستودعاته وذغيره في هذه المنطقة أخذها أنا أريد أن نلوه للمشاهد أمر نحن لم نعتدي على نساء الشبيحة الذين احتجزناهم بخان العسل وفي المناطق التي حررنا نحن نتعامل بأخلاق دين السمحاء نحن لا نقتل أسيرا ولا نمثل ولا نقوم بالاعتداء أو بالاغتصاب فكيف بالمهاجرات الذين جاءوا وهم بيننا أن نقوم بالاعتداء عليهم فما عاز الله وقلنا للوسيط ميرانا وتكرارا أخي اعتنا بحالة واحدة من الاغتصاب أو امرأة مهاجرة تم الاعتداء عليها ونحن جاهزون حتى على الإعلام الخارجي أن نطبق الحكم الذي سينزل بهذا المعتدد فلم يستطيعوا أن يأتوا ولا بحالة حتى اعتداء وليس اقتصاب حتى اعتداء على امرأة لم يحصل هذا رفضوا الوساطة نعم تابعوا في الحرب فوقفتم بوجههم واستطعتم أن تدحروهم وينسحبوا من الريف الغربي لحلب مسألت المخابراتية كثير ما نسمع ونقرأ يا أخي التنظيم هو مخابراتي السؤال الذي أريد أن أسألك إياه هل التنظيم هو مخابراتي بحت أم مخترق من الأجهزة المخابراتية فرق بين أن يكون مخابراتي مخابراتي وبين أن يكون أجهزة مخابراتية تخترق ما هو باعتقادك؟ نحن نعتقد أن الصف الأول معظم الصف الأول في هذا التنظيم هو مخترق من أجهزة المخابرات ويعمل بأسلوب مخابرات بحت نحن من خلال معرفتنا لهذا التنظيم في منطقتنا رأينا أن المهاجرين وخاصة من تونس والمغرب العربي كانوا يعملون في النواحي الإدارية والمالية والأمنية ما بينما يقومون بزج المقاتلين الأجانب كالتركستان والشيشان والأزبك وغير ذلك وأهل البلد في الصفوف الأولى أما الذين جاءوا من خارج الحدود مثل مثلا التوانثة والجزائريين والمغربيين وأيضا من الجزيرة العربية كانوا يعملون في المناطق الحساسة أو بالمفاصل الحساسة لهذا التنظيم في مجال الإدارة في مجال القضاء في مجال الأمن فهذا دليل على اسلوب المخابرات التي يعمل بها هذا التنظيم وهو مدرب جيدا على هذه القيادة والإدارة قلت أنه مخترق وخاصة الصف الأول في هذا التنظيم مخترق من قبل المخابرات ما هي الدول التي يهمها أن تخترق هكذا التنظيم أول دولة يهم هذا التنظيم هو النظام السوري النظام السوري منذ اليوم الأول أراد أن يوحي للعالم أن هذه ليست ثورة شعبية وإنما ثورة متطرفين ومتشددين جاءوا عبر الحدود من أجل مقاتلة أو تجنيد إرهابيين والقتال طد هذه الأنظمة في هذه المنطقة هذا يعني من أوضح الأسباب وكيف تفسر أن يطلق صراح أناس لديه بهذه الصفات ويقتل السوار الذين رفعوا شعار حرية فقط إذن النظام يهمه أيضاً أمريكا ألا يهمها أن تخترق هكذا التنظيم يا أخي بدنا ندخل على الشرق الأوسط وبدنا ندخل على سوريا وبدنا ننفذ غارات جوية كيف؟ أنا أعتقد الدول كثيرة لها مصلحة بتجميع هذا التنظيم في منطقة معينة من أجل تحقيق مصالحها مصالح عديدة لعدة دول لها مصلحة في أن ينسى هذا التنظيم بتتدخل فيه بشكل مباشر بالأصل التدخل موجود بشكل غير مباشر في معظم الدول ولكن أصبح الآن تدخل مادي وعسكري في سوريا وغير سوريا نهاية التنظيم كيف سينتهي التنظيم؟ ما هو السيناريو التي تعتقده الذي سينتهي به هذا التنظيم؟ هذا التنظيم يحمل في طياته متناقضات عديدة ونحن نعتقد أن هذا التنظيم لا مجال له بالعيش في سوريا أو في بلاد المسلمين ولكنهم يقولون لك أنها باقي وتتمدد من الطبيعي أن يقول أنها باقية وتتمدد يعني ما حدا يعني سينتهي قد يسأل بعض عنه سينتهي؟ سينتهي هذا الفكر عبر العصور وعبر التاريخ معروف يظهر ويخبو فهذا التنظيم لا يمكن له العيش بظل الإرهاب والقتل لماذا الحقد على هذا التنظيم؟ لماذا سينتهي؟ ربما ممكن بكرة تعترف به أمريكا والعالم الغربي كله كما اعترفت تعترف به كدولة إسلامية كما اعترفت بالدولة الإسلامية الإيرانية فوال المشكلة؟ هل ممكن أن تعترف به كدولة إسلامية؟ تعجز عنه أبقل لك يا أخي جمعوا أربعين دولة لضربة وما حسنه؟ فممكن بالأخير يا أخي الحل أننا نعترف به نعترف به وصير دولة مثل إيران واني مشكلة يعني؟ يعني لو أريد القضاء على هذا التنظيم لا يستطعه فكيف تفسر أن نقضي على هذا التنظيم في منطقة شاشعة وواشعة في مدينة حلوب وريفيا في مد أقصى خمسة عشر يوما ولا تستطيع ستين دولة أن تقوم بهذا أو بالقضاء على هذا التنظيم هاي أولا يعني هذا التنظيم نحن دينيا نعتقد أنه هذا الفكر موجود عبر التاريخ الإسلامي منذ خلافة سيدنا الإمام علي رضي الله عنه حتى اليوم وفي الأحاديث الدلالات الكبيرة على أن هذا التنظيم سينتهي وقاتلهم سيدنا الإمام علي للخوارج وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لا قتل أنهم قتل عاد فأشار أن هذا الفكر الخارجي هو فكر دخيل على الإسلام ولا يمثل عقيدة المسلمين بشيء ولا هو من هذا الدين بشيء وإنما هو فكر منحرف دخيل على هذا الدين ولا بد أن ينتهي لعدم وجود البيئة التي تناسب هذا التنظيم وفيه وخاصة الشعب السوري أشكرك سيادة المقدمة محمد جمع بكور على هذه الإطلالة الطيبة والمعلومات القيمة أحبة المشاهدين أستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل في برنامجكم تنظيم الدولة بلسان القادة هذا زاخر شرقاتي ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة